جلدة يفهموها قليل حاكم وقالها بصراحة اظن اني اله جاب جوهر الحكم يا اخوانا وفهم معناه ما كل حاكم بيقولها في سره لما ينام بيقولها لمراته وابنه حتى امنه الخاص لكني اشهد بانه اشجع الحكام زعها على الناس صراحة والائمة معاه يا اهل مصر انا من اليوم اله وامام شجاع ومؤمن بنفسه بس مسوا الخوف شفوه ايده بترعش والعرق بيسيل بصوا بمحبة وقالوله طب يا عم خلاص اله ونص عشان تبقى بتلت تنصاص وايدوه قصة تانية في دفتر القصاص ما كل حاكم كده بس العتب عشوف لا دي يعني اعتقد ان الذي يبرز او يخفي هو الناس يعني ان لقي كلام الشاعر عندهم صدرا فذلك يبرزه وان لم يفعل فذلك يخفيه وهم الحكم وانا ذاتيا اعتقد انني اكتب الشعر معهم يعني عندما اكتب قصيدة فهي تتكون اقاعا في بالي اولا ثم صورة او حرفا او بيتا ويتجمع حولها مجموعة من الابيات او مجموعة من الصور تكون هي جوهر القصيدة ولا اكتبها حتى هذه اللحظة فان تكون هذا الجوهر كتبتها ثم قرأتها على الناس ثم اقرأها من على وجوههم ولا تزال القصيدة تتغير اما حذفا او اضافة او تعديلا مع كل مرة قراءة حتى تبدأ قصيدة اخرى في البال ولذلك فهم يكتبونها معي خمسة وعشرين يناير يا شباب تكرين كان في انجليز ووزير الداخلية خين كان عنده برض وعساكر زيكم جمدين سبهم يموتوا على لولا لم سأل فيهم كانوا شبهكم اساميكم اساميهم يا عسكر البهوات اللي بتحميهم ممكن يرد عليك لما تناديهم يا عسكر انا اصلي بس بستغرب لو لاي تاكل وتشرب قومي عم اضرب اضرب عشان الوزير من ضربتك اضرب لكن هتشتغليه لما الوزير يغرب اصيبة الادس ادي الموضوع يعني لانه موضوع الادس بأسر شوي زيادة بالعالم او في شي مختلف بكتباتك يعني كيف بتلاقي تفاعل العالم من نسبة لهذا الاصيب هذا امر يدخل في مجال النقد ولذلك لست انا المختصة به ربما يرى بعض الناس انها لقت ذلك القبول من اجل كونها تتكلم عن القدس ربما يرى اخرون انها لقيت هذا القبول بسبب الطريقة التي تتكلم عنها تتكلم بها عن القدس فذلك متروك للناس ليس به نحن مجموعة من الناس تنفى هويتنا كعرب وكفلسطينيين وكمصريين وكل اهل هذه المنطقة تنفى لغتنا تنفى ثقافتنا ويقال لنا انتم ضعفاء انتم مهزمون وتصالحوا مع هزيمتكم بتغيير خيالنا عن انفسنا نستطيع ان نستعيد هذه القوة هذه الثقة في انفسنا وان نحكم خيالنا فنحكم واقعنا وهذا هو الذي حدث مثلا في هذه الثورات التي ترينها نفسي فداء للصغار الساهرين عطشا وجوعا من حصار الاقربين الاكلين الشاربين المالكين النيل والوادي وما ولاهما ملك اليمين الشائبين الصابغين شعورهم فمعمرين من اين يأتيكم شعور انكم ستعمرون الى الابد عيشوا كما شئتم ليوم او لغد لكنني صدقا اقول لكم فقط من اجل منظركم وحيبتكم اذا سرتم غدا في شاشة التلفاز سيروا صاغرين قرر الناس فجأة انهم اقوى من ما كان يقال لهم لم تتغير الحقائق الموضوعية للمصريين او للتونسيين قبل ثورة بيوم لم يصبحوا اقوى بدنا لم يصبحوا اكثر مالا لم يصبحوا اكثر سلاحا فقط قرروا انا اعتقد ان تحرير فلسطين بعد هذه الثورات اصبح ممكنا واعني به تحرير فلسطين كلها